الراتب حياة صورة تختزل وجها من معاناة اليمني المتعب تعب اليمنيون من مطاردة الحياة لكن الموت لم يتعب من ملاحقتهم فمن ينجو من قدائف الميليشي اعتصره الجوع وأفنى حياته احتجاجات وقصص تحكي واقعا مأساويا لكثير من الأسر التي تعيش على وجبة واحدة لا تحصل عليها إلا بشق الأنفس خصوصا تلك الأسر التي فقدت مصادر دخلها منذ أكثر من ثمانية أشهر يعيش الموظفون عناء مضاعفا رئيس الحكومة وجه بصرف رواتب الموظفين لشهر يونيو الجاري ابتداء من يوم الثلثاء القادم خطوة من شأنها رفع الأمل لدى الموظفين في الحصول على رواتب لقضاء بقية شهر رمضان واستقبال العيد بما تيسر لهم تعهدات كثيرة أصدرتها الحكومة لكن النتائج لم تكن بالشكل المرضي ولم تصل خارطة توزيع المرتبات لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين وصد اتهامات للحكومة بفشلها في نقل البنك والالتزام بما وعدت به الموظفين رغم أن ميليشيات الحوثي تجبل كثير من الإيرادات في الجمارك والضرائب من المناطق الخاضعة لسيطرتها غير أنها لم تلزم نفسها بدفع الرواتب أو إيداع هذه المبالغ في خزانة البنك المركزي باستثناء ما وصف بذر الرماد على العيون عبر إجراء ما سمي بالبطاقة التموينية التي اعتبرها الكثير أنها بابا لابتزاز المواطن عبر تجار النافذين تابعين لقيادات الميليشيا تقول المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي بتينالوشر إن ثلث سكان اليمن يعيشون أيامهم دون أن يعرفوا مصدر وجبة طعامهم المقبلة فيما يرى الحوثيون أن المطالبة بصرف الرواتب خيانة وطنية مجموعة الأزمات الدولية كانت قد اقترحت خطة تقضي بإنشاء لجنة مشتركة بين البنك المركزي في عدن وصنعاء تعمل على صرف الرواتب والحوالات على أن ترفع يد الحكومة الشرعية والإنقلابيين عن التدخل فيها والتزام الجميع بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي خطوة قد تؤتي ثمارها لكنها لم ترى النور بعد اشتركوا في القناة